لديك تفاح و ولادك لا يريد أن يأكله في هذه الوصفة سوف يأتي الديد وولداتك ستطلب الوصفة مازال انك تحضرها لهم مرة وزوجه ثلاثة وكتنفع كذلك حتى اللانش بوكس ان شاء الله اليوم سنحضرهم بمقادير ما كانش ابسط من هذا الشي وما كانش الاقتصاد كثير من هذا الشي سوف يخرج لنا كمية كبيرة ان شاء الله اول حاجة سنأخذ المولات الفرديين ونحاول ندهنهم بهذه الطريقة بالزبدة الليينة بعدها سنحاول نديروا شوية سميدة فوسط هاد المول باش هكا نوزعها ونهائيا ما يبقى وش دوك المولات يلسقوا فانا كان دير ديما يسميدر متوسطة يدقيق الفينو يلا شابلوغ فهد ثلاثة احسن بكتير من انك ترشدوك القوالب الفرديين بالدقيق الابيض بالنسبة المكونات غادي ناخدو بيضة واحدة الخمارة حبيبات الملح لزاس دو سيترون عندي كاس لربع سكر سانيدة كاس لربع زيت نباتية كاس لربع حليب الحليب غادي تديروه مثلا دافي شوية ولا تديروه بارد ماشي مشكيل كذلك واحد صاشي متاع سبعة غرام كيس المهم خمارات الحلويات ولا بيكين باودر بالنسبة القياسات متاع الكيسان عندي مية وخمسين حتى مية وستين ميلي لتر يعني غادي نستعملو مية ميلي لتر من زيت والحليب وكذلك مية جرام من سكر سانيدة اكيد التفاح غادي يكون في الوصفة فهنايا اول حاجة غادي ناخد الخلاط الكهربائي غادي نفق سديك البيضة بدرجة حرارة الملح المطبخ غادي نديرو رشة ملح اكيد لزاس دو سيترون ولا قشرة حامضة مبشورة ممكن تعويضها بالفانيلا ولا نكهة الحامض غادي جيكم زوينة عندي كاس لربع سكر سانيدة ما يعادل مية جرام كاس لربع زيت نباتية ما يعادل مية ميلي لتر حتى المية وعشرين ميلي لتر ماشي مشكل كذلك كاس لربع انتع الحليب سواء دافئ ولا بارد ماشي مشكل حتى هو مية ميلي لتر غادي نديرو هنا الخمارة حبيبات المعينقة صغيرة كتشوفوش حال درد القياس وعلى العموم هاد الفكرة كنت طبقتها معكم من هدي خمس سنين في بداية القناة كنت اول وحدة اعطتكم هاد الفكرة انتع الخمارة حبيبات تضيفها للكيك ديالكم لكن ما عرفتش نستغل الفرصة قنوات كبار خدموا بها ماشاء الله هاد الفكرة انا في ذلك لوقتها كانت قناتي مازالة صغيرة وما عرفتش نستغل هاز عمل فكرة في الصورة مصغيرة هنا كتشوفو خديت معكم زوج تفاحات اللي طحنتهم ولا غادي نطحنهم بهم بالقشر انتعهم ولكن بكل امانة انا كنت بغي نضيف ثلاثة انتع التفاحات غيب شنو هي كنت لا هي كان هدر في التليفون وفي نفس الوقت كان صور فاضفت غي زوج انتو ما غادي نضيفو ثلاثة انتع التفاحات حتى الاربعة باش تجيكم الوصفة اكتر من رائعة المهم طحنتهم مزيان بهم بالقشر ديالهم وغادي نحاول نخويهم هكا في واحد البول المهم انا ما هنايا ما صفيتش الخليط وحتى انتو ما تقدروا ما تصفيوش لانا ذاك التفاح نطحن مزيان مزيان ومن اللي غادي طيبنا هاد الخليط ما غادي شيبان نهائيا ذاك القشور بالنسبة للدقيقة انا خديتوليكم القياسات بالمعلقة الكبيرة طلبا لاخوات مبتدئات انتو ما غادي تحسبو المعالق هادو هما اللي دخلوا لي في هاد الكيك وقدرت كذلك سبعة غرام انتع البيكن باودر احتل ثمانية غرام ماشي مشكيل اللي هي خمارة الحلويات غادي تحاولوا هكا غيب الفوي مكان لا ضرب كهربائي لا والو ولكن اللي عنده تضرب الكهربائي وبغا يستعملوا رها نتيجة غادي تكون احسن واحسن واحسن بكثير كتشوفو كان ضيف بالميل عقا هنا بغايت نقول المهتدئات لانا شحان مرة كيتواصلوا معايا شوفو رها ما تعتمدوش على عدد مثلا الملاعق اللي انا درتهم وخاء انا حاولت هنا نوريكم كان قول لكم هانتو ما شوفو هنا الخاليط خفيف كتديرو ديك تمانية ضغية كتختفي بقيت نزيد بالملعقة كان عطاكم زع ما هنا نصائح انكم ما تقلقوش وما تزربوش انكم تضيفو كمية كبيرة حاولوا انكم تضيفوه على التوالي وعلى دفوعات وانتو ما تستيوب هكا هنا زدت ثلاث ملاعق كبيرة كنت مهم بورتابل ما صورش ولكن درت ثلاث ملاعق كبيرة زيدوها على دك الشي اللي تصور سوف يجيكم واحد الكيك ناجحوا وغادي تشوفو القوام ديالو راه كلنا بدينا اننا ما كان عارفوش القوام اللي كيصدق مع الكيك لكن بلا بخاتيك تجريبه وليوم تديريه وغدت عوديلو وغسط طرصها هكا ديك تمانية ففي ديك لوقيته غادي يكون عندكم الخليط هو هدك جبت دوك القواليب اللي انا دهنتهم كتشوفو دهنتهم بالزبدة ولبستهم بسميدة الرقيقة ولا دقيق الفينو فالسميدة كتخليهم ما يجيوش من الدين من تحت وجوزوينين زيما الصراحة حسن من الدقيق هنا يا انا الكيك ديالي حطيته في طلاجة واحد شوية علاش لانا جاني اتصال هاتفي وما قديتش نعمر معكم القواليب فدروري انني نحطه في طلاجة باش ما يخمرليش لانني دير فيه خمرات الخبز هادي بغيت نذكرها معاكم غيباش لاخوات مثلا من يتخلطوا هالكيك إلا جاتكم متلا دقشي في الباب ولا تليفون ولا مشيتي تلهيتي مع ولادك فحطيه في طلاجة باش ما يخمرلكش ويبقى في واحد القوام زوين صفي بقيت ندير زوج ملاعق كبيرة فهادي المول رهم تواجدين في الأسواق القطر انتحهم 9 سنتيمتر كتشوفو عمرت قاعدي كالكمية وما زال باقي لي الخير والبراكة فاجبت دوك لي مول هكا على شكل أوفال بيضوي الشكل احتهو مدهنتهم وغادي نحاول ندير فيهم غي ملعقة واحد شوية ركو تشوفو الملعقة الكبيرة ما كان خويهاش في اللول بزاف وكان زيد واحد شوية لانهم اصغر حجما على المولات المدورين صافي وهكا غادي يكونوا عندنا عدد كبير نتاع الميني كيك ببيضة واحدة ومنسمة بالتفاح فعلاش انا طحنت داك التفاح غادي مين تكونوا تاكلوا الكيك غادي واحد نسمة رائعة مع دوك قشور الحامض شفتوا البنات واحدة البنة رائعة لانا ولداتنا من اللي نحطو طريفات نتاع تفاح في الكيك مايبغيوش ياكلوهن ولا الى حقيناه كذلك مايبغيوش ياكلوهن لكن الى طحنته لهم غادي يستبنوا البنة زوينة لكن غادي تجي الكيكا نتاعكم ملسا وزوينة ومايعيقوش بدك التفاح احنا يا جبت قشور البرتقال والاقشور الحامض مع السل فرا كيتباحته هو في الاسواق جبت واحد شوية المهم الحاجة اللي كانت مطوفة عندي في الضار راني زينت بيها كيفما شفتوا بدرت كذلك اللي ببيبيت دو شوكولات درت كذلك زريعة القرعة انا كيعجبوني الزرارع الصراحة في الكيكا نكون ناكلهم وهما كيتطرطقوا هكا بين سنية ماشي ضروري انكم تديروا القرقاع ماشي ضروري تديروا اللوز لكن ممكن جدا انكم تاخدوا الزرارع هكا وتزينوا بهم الكيك يجي منظر زوين وكذلك بنا رائعة وكيبقوا يتطرطقوا هكا في الفم لانا ديك الزرارع غادي تقرمل معانا هاد شي اللي بغيت نقول لكم وحتى الثمانتع الزرارع راها رخيص خمسة دراهم يعطيك الخير والبركة صافي في هاد الأثناء كان الفران سخون احطت فيه القوالي بنتاعي وكتشوفو هنا في هاد الوقيته كان تقريبا نخدمها كالفران واحد تلتقائي كل 4 كتشوفو ان الكيك كيطلع هذا هو القياس انتاع الكيك الناجح اعطيت لكم بالملعقة تحطوه في المولات باش ما يفضوش ويتزلعه هكا في الفران سوف يجمعها في هاد المولات انتاع 9 سنتيم ودهك المولات الاوفال ديروا معلقة واحد شوية سوف يطيبهم طياب عادي نار متوسطة الى اقل من متوسطة دغية كيطيبو يالله يالله سبعات بقايق يكونوا طايبين ما تنسوهمش لانا راه ما فيهمش بزاف العجينة وما فيهمش لعمار بزاف هاد شي اللي كاين انا من اللي جبتهم الفران مشي تسخنت شوية نباج وحاولت انني ندهنهم باش يعطوني ديك اللمعة كذلك النطاج اكيد كيعطي واحد اللدة رائعة الميني كايك مهم صفي هاده هما الكيكات متاعنا شوفو تبارك الله وماشاء الله بيضة واحدة وماشي بدوك الكبارات شوفوش حال خرجت لي من الميني كايك واش هاده مشي اقتصاد يوغي يقولولي وهكا تقدروا تصفتهم مع ولداتكم اللانش بوكس الفطور نتاع الصباح القوتين تعلى شية الضيافكم علاش الله حتى انتم ايلا كنتوا بغيين تمشي وضيفو الى حضرتو بحال هاد القوالب واخديتوهم معاكم هاكا فيديكم شي حاجة ديال تحمير تلوجه هادي هي خليلكم الراحة ما تنسونيش بلايكاتكم والفرطاج كان حمق عليكم شكرا على تعليقاتكم الزوينة وغادي نحل معاكم ولا غادي نقلب معاكم محيدة طراوة الطراوة هذا مكان خليلكم على خير سلام سلام شكرا على خير سلام